انتلقت في الجزائر اليوم السبت حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد باللقاح الروسي سبوتنيك في حسب ما أفادت وسائل أعليم جزائرية وأول من تلقى جرعة اللقاح الأولى هي طبيبة الأسنين سلطنية إيمين في ولاية لبليدة جنوب غرب الجزائر العاصمة التبيبة قالت في أول تصريح لها اللي هي فرحانة برشا ودعات المواطنين أنهم يقبلوا على التلقيح ضد فيروس كورونا من غير ما يخافوا وعلى همش انتلق الحملة وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد قال اللي هو اختار لبليدة كأول ولاية لانتلق التلقيح ضد كورونا لأنها عانت كثيرا من هذه الجائحة وأشار إلى أن لبليدة كانت البؤرة الأولى للوباء وتم فرض حجر صحي كلية لها في مرحلة سابقة نذكروا أن الجزائر تلقت الدفعة الأولى من اللقاح الروسي سبوتنيك في انهار الجمعة واجبتها طائرة عسكرية تابعة للجيش الجزائري وأوضح ناطق رسمي للجنة رصد ومتبعت فيروس كورونا في الجزائر جميل فرار اللي الجزائر استلمت خمسين ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ووضح لتكلفة شحنة اللقاح اللي وصلت للجزائر نهار الجمعة بلغت 1.5 مليار دينار أي نحو 11 مليون دولار وقال اللي صحة الجزائريين لا تقدر بثمن مستعدين يصرفوا الأموال هذه وأكثر المهم يوفروا اللقاح للشعب الجزائري يقعد السؤال هوني التصريحات السابقة تقاسم اللقاح مع تونس هل الجزائر باش تتقاسم اللقاح هذا مع تونس أم إنها مجرد تصريحات متاع مسؤولين لا أكثر ولا أقل نذكروا اللي الجزائر سجلت أكثر من 106 ألف إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 2800 حالة وفات في حين في تونس فاتت 200 ألف إصابة في الجملة وفاتت 6000 تحاولي 7000 حالة وفات ما زلنا في متابعة للموضوع ما تنسوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس بشوصيكم الفيديو القادم